تعتبر المرأة الأردنية من ركائز برامج التنمية الشاملة علاوة على أنها تشكل أهمية كبيرة في إنجاح العملية الانتخابية لذلك وحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فهي مطالبة بالمشاركة الفاعلة في انتخابات الدورة البلمانية القادمة والاستجابة المأمولة لنداء الوطن باعتبار ذلك حقا مكتسبا لها ومسؤولية وطنية تجاه بلدها كما تعلمون الهيئة المستقلة للانتخاب هي هيئة مستقلة وفق القانون بالكامل ولا سلطانة عليها إلا القانون وبالتالي ستكون انتخابات نيابية للمجلس النياب الثامن عشر إن شاء الله في عشرين تسعة هذا الشهر وستفرز ممثلين للشعب الأردني فيما يتعلق بدور المرأة لأول مرة في هذه الانتخابات هناك عدد كبير من المرشحات إقبال شديد من المرشحات من كافة التخصصات ترى الطبيبة ترى المحامية ترى المدرسة وبالتالي حوالي ميتين واثنين وخمسين سيدة تترشح من أصل حوالي ألف وميتين وثلاثة وستين مرشح ضمن ما يقارب من القوائم الكبيرة التي لم تشهد الأردن مثيلا لها في السابق وكما تعلمون أيضا الهيئة الناخبة في الأردن غالبيتها أو الغالبية المطلقة من السيدات حوالي ثلاثة وخمسين في المئة من الناخبين الآن هم من السيدات وبالتالي للمرأة حق أن تكون مرشحة كما هي ناخبة وبالتالي المرأة أيضا في الأردن لها تاريخ في العمل السياسي والعمل التشريعي في المجالس السابق أثبتت المرأة الأردنية لحضورها وتواجدها القوي وكفائتها في التشريع والمراقبة وبالتالي المرأة الأردنية قادرة في المجلس النياب القادم أن تعزز من حضورها الذي تواجدت فيه خلال السنوات الماضية من هذا المنبر المحترم نحن نريد أن نؤكد بأن الأردن الآن وضمن البرنامج الإصلاحي والتوجه الإصلاح الذي يكونه جلالة الملك الأردن يسير بخطوات قوية وراسخة من أجل مشاركة الناس في الانتخابات في مشاركة الناس باتخاذ القرار مشاركة الناس في الحياة السياسية وكما تعلمون أيضا الحياة البرلمانية ومجلس النواب هو مرأة حقيقية تعكس الإصلاح في أي مكان في أي مقعة في العالم لذلك نحن متفائلون من أن الانتخابات القادمة ستكون محطة مهمة ومنعطف مهم جدا نحو تعزيز الديمقراطية وتعزيز مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة الملك الناخبات الأردنيات اللواتي يزيد عددهن عن مليونين ومائة وسبعين ألف ناخبة لهن كثير من الآمال والطموحات من المجلس النيابي الجديد الذي ستفرزه انتخابات العشرين من الشهر الجاري وهي طموحات منها ما تخص المرأة الأردنية ومنها ما تعنى بمصلحات الوطن والمواطنين يعني مما لا شك فيه أنه فيه طموحات متعلقة بالمرأة وفيه الطموحات عامة لأنه المرأة هي مواطنة في نهاية الأمر فبتطلع إلى برلمان فعال منحاز لقضايا الناس قادر على وضع حلول حقيقية تشريعية وسياسية بمعنى الرقابة على أداء الحكومة وسياساتها بما يواجه التحديات اللي بواجهها الأردن نتمنى البرلمان يكون فيه عدد كبير يتجاوز 15 مقعد من النساء ومنتمنى أن يكونوا الرجال اللي في البرلمان مناصرين ومؤيدين لإدارة الشأن العام على أساس المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين والاحترام مبدأ سيادة القانون بمعنى احترام مبادئ الدستور وتشريع قوانين تؤكد وتعزز حقوق ومسؤوليات المواطنين والمواطنات بدون تمييز أيضاً أعتقد أنه بالإضافة لكل ما ذكرت هناك حاجة لكي يكون للبرلمان صوت للشعب بكل مكوناته بمعنى من انتخب ومن لم ينتخب من لا يستطيع الانتخاب لصغر سنه فئة الأطفال اللي بتمثل الأغلبية وكذلك فئات خاصة من المواطنين مثل كبار السن وذوي الإعاقة هؤلاء بحاجة يحتاجون من البرلمان وقفة جدية لإنصافهم وتعزيز حقوقهم ودفاع عنهم وأن يكون النائب أو النائب صوت لهؤلاء في مجلس الأمة بصراحة أنا رأيي حقوق المرأة بلش فيه كثير تغيرات بالتشريعات والقوانين اللي هي بتتيح للمرأة أشياء كثيرة كثير أفضل من أول ولكن هل نحن مثقفات بهاي الحقوق والواجبات اللي علينا؟ ممكن هالدور كبير للنائب السيد اللي بتطلع أنه توعي الناس يكون في برامج توعية واضحة أنه وين إحنا من هذا القانون اللي موجود أو التشريع الموجود بالإضافة للتعديل على بعض التشريعات اللي لم تعدل لغاية الآن في عدة تشريعات وقوانين بحاجة لأنه أنه تدرسها صح ومش اعتباطا نحكي هاي بدي تتغير وبيدي الحقوق وهاي مش الفكرة أنا بدي أساوي الرجل بمعنى أساوي الرجل الحقوق أنه تيجي من أنه أنا أثبت وجودي كم الرجل في عمله في التزامه في دوامه وهذا الإشي معروف أنه عندي السيدة كثير عالي الالتزام والتركيز والعمل الجيد وليش ما بتوصل لمواقع صنع القرار مع أنها بتكون وراء أي مؤسسة كبيرة من وراء الكواليزة ما بيحكوا بنجاحها ولكنها ما بتوصل على مناصب صنع القرار مثلا وحيانا كثيرا بتكون مش القوانين مش العيب بالقوانين والتشريعات العيب بالعقلية اللي بتتعامل مع هاي التشريعات في مواقع أنا بروع على مناطق أرياف ومناطق يعني بجوز مش بحكم أنه يعني الأرياف مثلا المرأة فيها بتفتقد لقوانين لحقوقها وبالمناطق المدنية لا مش هيك الفكرة الفكرة أنه في بعض المواقع بيكون فيه إجحاف كثير كبير بغض النظر عن الموقع اللي هي فيه بس مرات العقلية بتحكم كثير في المناطق النائية أول إيش بحب أحكي إنه إحنا في بلد ديمقراطي والمرأة نصف المجتمع وما أخدي حقها يعني مش بالكامل لكن المرأة هي الأم هي الإبنة هي الأخت هي أساس المستقبل للمجتمع أنا بتمنى من المرشحات اللي بدهم يفوزوا إن شاء الله بالبرلمان يكونوا قولوا فعل ما بدنا نقرأ بس مجرد يافطات وشعارات بتمنى من المرأة إنها تمثل أبناء دائرتها تمثل المرأة بشكل عام أول إشي المرأة مش ما ياخدي حقها في الأجور في الحقوق المدنية في الراتب اللي يورث الزلمة الرجل بيطلع له إنه يورث لكن المرأة ما بيطلع لها في الجنسية إنها تعطي ولادها الجنسية أمور كتير بنتمنى إنه المرشحات يحكوها بالمجلس لكن هم بيحكوا وما بيمثلونا بتمنى من النواب والنائبات إنهم يحلوا مشاكل الفقر والبطالة اللي بعانوا منها كثير من شبابنا يحلوا الغلاء المعيشة يحلوا مشاكل التعليم اللي بنعاني منها تغيير المناهج المفروض إنه يتغير المناهج اللي ولاد مش في على مستوى عالي من التعليم بتحسهم بتمنى كمان من كل الشعب الأردني إنه يشارك في الانتخابات لأنه هذا واجب وطني علينا كلنا بهمنا وبهم كل الشعب وكل الشباب وكل الستات يشار أن عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء في المجلس النيابي الأردني الثامن عشر يبلغ خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة علما أن العدد الإجمالي للنواب في البرلمان القادم وفق القانون الجديد للانتخاب يبلغ 130 نائبا